حضر لك أنا كان عندي سؤال هو محيزني الصراحة وسألت فيه أنا عندي ربنا يبارك ستة أولاد الله أكبر تلك أبنات وتلك أولاد الله أكبر ربنا يبارك تيوم يعني أنا المشكلة عندي الناسنا عاديين إيجار يعني ما فيش بيتعيلة وكلام ده عاديين بالإيجار فكنت بسأل حضر لك في الرب يعني أنا كنت بقول الجوزي عليه وجوزي مرتاح خارج طب هو الربط ده منع الخلفة نهايي ولا ربط مرتاحة؟ هو أنا سألت الدكتور عليه فقال لي هو بيكون ممكن هي بتبقى ربط حاجة في الرحم وممكن وقت لما تبقى تحبتها تحملي نبقى نعمل عملية بمفكاتين طيب فيه سؤال غير ده؟ فيه عندي حضرتك والدتي معلش يعني إذا كنت باطل على حضرتك والدتي خالي أخويا أنا بيتجوز فخالي قد لولدتي المبلغ يعني إيه كمتعدة دي يعني تتجوز وكده فجدت ماما قدت المبلغ ده لأخويا التين تمام لأخوكي التين تمام آه آه هو متجوز أصلا يعني فدلوقتي هي موقفها إيه يعني هي مش عايقة ترجع لفلوس من أخويا ده وفي نفس الوقت مش يعني أنا بقولها دي أمانة وحرام وكده أنت شي لازم وبالله عليك يا شيخنا وبالله عليك يعني تدعينا بالهداية أنا وزوجي والأولاد يا رب أسأل الله العليا القدير في يوم الجمعة ذلك اليوم العظيم أن يهدينا وهديك ويهدي أولادك وأولادنا ويصلح حالهم ويدبر أمورهم وشؤونهم يا رب العالمين خليني باستة أولاد تلاتة بنات وتلاتة أولاد أقول لوسائل تنظيم النسل المؤقتة مباحة وجائزة ولا شيء فيها مطلقة الكلام أفهوم الربط أدم مؤقت جائز وسائل منع الحمل المؤقتة جائز في فرق بين التنظيم والتحديد في فرق بين المنع والتنظيم أنا بنظم لفترة مؤقتة أو لحينما ربنا يسر أو يوسع لا بأس في ذلك مطلقة ليه؟ لأن المطلوب كل واحد مننا يبص في موارده هذا أمر شرعي أشهد الله أنه لا علاقة له بدولة ولا بالسياسة ولا حد بيقولي شيء أبداً أنا بكلمكم في الدين وفي الشرع ومحتاجين نفهم ديننا صح وخدوا بالكم الناس اللي بتحتاجوا وتقول إيه؟ تناكحوا وتكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة على راسي قول سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لكن إنت فهمتو؟ ولا أنت بتطبقوا على هواك؟ الكسرة اللي ملهاش لزمة سيدنا النبي قال ولكن غساء كغساء السيل الكسرة اللي ملهاش عازة القرآن ذمها ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يشكرون لا يفقهون لا يعقلون إنما القلة المحمودة التي تبني هي القلة التي تحمد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وقليل من عبادها الشكور كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله يبقى العبرة مش إحنا قدي العبرة نقدم لمجتمعنا إيه الولد ده محتاج أكل وشرب ورعاية وتربية وفيه فرق بين التربية والرعاية زي الفرق بين المشرق والمغرب مش المطلوب إن أنا جيب ولاد ورميهم في الشارع ولا سيء تعليمهم المطلوب إن أنا جيب لو ولد واحد أو بنت واحدة ودخلها أحسن تعليم ورعاها أحسن رعاية علشان دي اللي تشفى عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى علشان كده النابس وصلنا من المال التلب بنات يدخلوا الجنة الراجل قال له اتنين واثنين ووحدة ووحدة بس في شرط حسن الرعاية والتربية قبل الفاصل قلنا إن جميع وسائل تنظيم الناس للمؤقت مباحة جائزة لا شيء فيها لإن الإسلام أمرنا أن نلتمس الأسباب وأن ننظر بعين الاعتبار والعقل لأمورنا الحياتية ما فيش حاجة اسمها البركة في حياتنا البركة دي بعد ما ناخد بالأسباب لكن اتجوز بالبركة وتخلف بالبركة وترمي في الشرع بالبركة ده كله ربنا هيسألك عنه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي أرجع لستة سمر وهي بتقول على المبلغ اللي الخال الدهول للأم علشان حد معين إحنا بالنسبة لنا ده يعتبر وقف ونصه الواقفي أو قوله الواقفي كنص الشارع يعني إيه؟ أكنه آية من القرآن أو حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالمطلوب منها ترجع للخال وتقوله الأول تقوله يا ابنهاة الفلوس عشان أصلا خالك هي أثمت وتجاوزت مش عايزة أكون شديد عليها أقول خانة الأمانة حينما أعطت المال لغير صاحبة وده الأصل إن هي تدي الفلوس للي قال لها عليه أخوها اللي هو خاله لأنه مدهوله أو مديله المبلغ ده الغرض معين فعلشان كده لما تروح تديل غيره ده خيانة وده سوء استعمال وسوء استخدام للحق اللي هو خوله لها أخوها طيب ترجع للولد وتقوله تهاتي يا ابن الفلوس تاني دي حق أخوك رفض ترجع للخال وتقوله والله حصل مني كذا 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 وسمحني فيما أسأت فيه الفعل والعمل أسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن سائر المزنبين والعصاء وكلنا زو خطأ فنسأل الله لنا جميعا التوبة والمغفرة